محمد ابراهيم مدير الكرة في نايد الاتحاد سكندري كابتن محمد اعلن بيك كابتن محمود عبدالساب しかθεد على طول كده بتيقلش يا محمد دلوقت برضو مبروك يا كابتن محمود اولا. حبيب يا كابتن انت مدير كرة علامة يا كابتن محمود. حبيب يا كابتن محمود والفو مبروك على جواز ابنك صاح? ربنا خليك. طمنا عليك الاول. الحمد لله يا كابتن. الحمد لله كابتن ميدو. يعني زي ما انت شايف الحمد لله امور مستقرة الحمد لله في النادي. سواء مادية ادارية فنية. يعني الحمد لله وده عمل الوضع ده عمل استقرار الفرقة في من نواحي كتير كده ان احنا جمعنا زي ما حدك قلت كده مجموعة نقاط حطتنا في مكانة مختلفة تماما عن الدور الاولية. بصراحة كابتن محمد يعني مع كل احترام للناس اللي كانوا قبل كده لكن انا شايف نادي الابتعاد حالو. المنظر العام حالو. الحاجة محمد مصرح رئيس النادي. كابتن محمد عمر معا كابتن محمد ابراهيم معا كابتن محمد نور. المنظر العام شكله حلو. اتحسن اسكندرية في الشكل ده. دي حقيقة بجد. دي حقيقة. تحس انت شايف اسكندرية في النادي. اربع محمد. دي حقيقة ما هو بص يا كابتن ميدو انت هتلاقي ولاد النادي هما اللي دايما بيخافوا على الفرقة. ودايما هما في اي في اي نادي اهلي زمالك اه 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 اتحدي اه 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 ده امره واقع يعني. وبالتالي انت موجود كل الناس اللي موجودة في الوقت الحالي كلها ولاد النادي. اه انا مش بقول كده عشان ولاد. لا يعني احنا الحمد لله ولاد النادي لكن يكونوا كفاءات ويكونوا بيقدوا. فاحنا الحمد لله بوجود الاستاذ محمد بن صالحي اه دي عملت اه استقرار اه زي ما حد قلت وقلت قبل كده ان السفقات اللي حصلت في يناير اه الحمد لله كانت من افضل السفقات يمكن اللي كانت اه في ولكن محتاجة شوية تنظيم داخلي جوا الملعب. اه. يعني احنا قعدنا فترة طويلة كابتن ميزو. وحركة حس وكابتن دياء وكابتن محمود يعني يحسوا بالكلام ده وهما العيد الكبار طبعا. ان كان عندنا تنظيم خارجي خارج الملعب افضل من داخل الملعب. بالزبط. الناحية الادارية كانت الناس الولاد منتزمين جدا ومنتظمين جدا. ولكن داخل الملعب كان فيه اه عدم التزام بالتعليمات. اه. الحمد لله لما كانت عمر جيه اه برضو عنده دراية بال بالموضوع كله. فبالتالي بقى النظام جوا الملعب والنظام داخل خارج الملعب. فبقى الامور كلها الحمد لله مشى في اتجاه واحد زائد بجانب طبعا استاذ محمد بنصالحي اه با 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 بنحية الادارية. فالحمد لله الامور مشت اه اه على ما يقوم. يا رب دايما يا كابتال محمد كده يعني كل مصر بتحب اسكندريا وبتحب نادي الاتحاد. يعني انا عايز بقى اكلمك في 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 نقطة. انا عايز اتطمن لها هل في تدعمات ان شاء الله او لا من غير من غير تفاصيل. اكيد طبعا يا كابتال اكيد اكيد. انا شايف فيه لعيبة مميزة عندك بس اعمارها السنية بدأت تعلى شوي. بالضبط احنا احنا عندنا اه دعمنا في يناير بتمن لعيبة ومشينا تمن لعيبة. يعني الناس كلها بتتكلم في التدعمات. لأ بس انت لو بصيت للموضوع اكيد انا ببصرها من نظرة تانية. ان انا مشي تمن لعيبة ده رزق جامد جدا في ان انت تمشي تمن لعيبة بين الدولين. ده انا حاسس ده النجاح اللي حصل بالنسبة للناحية الادرية. ان انا مشيت تمن لعيبة اه 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 ما كانوش مؤديين. اه. وجبنا تمن لعيبة ما كان. اه. الحمد لله كان اه اضافة تمن لعيبة. اه طبعا في الانتلابات الصيفية هيبقى فيه تدعمات. وتبقى تدعمات ان شاء الله ان شاء الله تكون على مستوى نادي الاتحاد طبعا لو القيمة 25 هيبقى تدعمات اه في حدود برضو من 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 ستة الثمن لعيبة. اه 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 يعني هي دي بس محتاجين طبعا ستة الثمن لعيبة يكون على المستوى برضو المطلوب ان احنا السنة الجاية من عانيه ازاي السنة اللي كان. تمام طلعتوا مهاجم مميز اعارة كابتن محمد. طلعت من من نوتشو اعارة لنادي بنياس الاماراتي. اه دي برضو اه نقطة تانية دي برضو احنا لازم يعني ايه نحط عليها سقط شوية. احنا يعني الحمد لله الحمد لله دخلنا للنادي حوالي خمسة مليون جنيه. تمام. بتلوع من من نوتشو اعارة اه 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 ست شهور دول اه 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 خمسين الف دولار. اه. وطلعنا اه وبعنا عطوى اه بانتين وعشرين الف دولار. تمام. طبعا. 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 ان انت بتطلع لعيبة بفلوس وتطلع لعيبة اه هي ما ما كانتش بتفيدك. لا ده حاجة كويسة جدا. ان هيرجع تاني لما ناتشو كابتن محمد ولا اه ممكن يبقى فيه اتجاه لبيعه او عارته مرة تانية. اه لسه لغاية دلوقتي الموضوع الاجانب بالنسبة لنا كابتن ميدو غولد لان انا عندي اربع لعيبة في الوقت الحالي. عندي منوتشو على زمتي. عندي سيسي. عندي اه بناهيني. عندي ويلسون. عندي ويلسون وبناهيني سنتين. لسه قدامهم سنتين. اه. سيسي طبعا ما نشوف اه مجزة مالك. عندي اه منوتشو. و اه لغاية دلوقتي احنا نعمول اه اه غولد على الموضوع. لغاية ما نشوف بس اه موقف الناس دي اه. تمام. لكن بتتبعوها كابتن محمد. افندي. بتتبعوه يعني بتتبعوه يعني بتتبعوه عارفين نتائجه و عارفين مستوى اكيد. طبعا هو هداف الدوري هناك بس اه اه مش في الدوري منتاز. هو في الدرجة الاولى. تمام. تمام. بس هم فرقته صعده. تمام. هو فرقته صعدت يعني. تمام. هبارك لك بقى ماتشو الزمالك قلبت الدنيا في اخر مباراة. وقلبت الدنيا كمان في نادي الزمالك. يعني بس اه خلينا نتكلم بواقعية اكتر اكتب ميدو اه الحمد لله كان ربنا موفقنا. احنا التوفيق كان مش حالفنا في حوالي ست مباريات اه ان احنا نتعادل في اخر اه اخر الاخر وقت من المباريات ستة اه باثنشر نقطة قريبا راحوا مننا. لكن ماتشو الزمالك ربنا كان موفقنا كويس قوي. احنا الشوط الاولاني زي مكاتن عمر قال احنا ما كناش عن مستوى. ومستوى انا كان واحش جدا وكانت مخطوط بايدة والعيبة ما كانتش نزلة تايها شوية. لكن الشوط تاني يمكن تمسكنا شوية. اه وبالتالي ربنا وفقنا الحمد لله ان احنا اه نفوذ على نزل مالك اه طبعا يعني فوذ عريض وفوذ يعني بالنسبة لنا. ثلاث نقاط من اهم ثلاث نقاط اللي اللي حصلوا لنا خلال التورج تاني. اكيد يعني اه وبقالكو كم سنة الاتحاد نفاصل على نادي الزمال الكابتن. اه بالضبط. عشان كده فوز كان مهم جدا. طبعا. يعني اه مش عارف قولك ربنا يكرمكو رب وكل التوفيق ليك والجهاز الفني والحج محمد مصالحي يعني نادي كبير جدا بحجم نادي الاتحاد السكنداري يستهل اكتر من كده بكتير وان شاء الله يرجع على قديكو كابتن محمد. حبيبي كابتن ميدو وبشكرك وبشكر كابتن دياء وكابتن محمود. وان شاء الله ودعواتكو لنا في الفترة اللي جاية ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله في الموسم القاضي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا كابتن محمد ابراهيم مدير الكرة في نادي الاتحاد السكنداري زي ما حضراتكو او زي ما كابتن محمود ابوداب قال ان النادي الزمالك يعني ما بخصطش شكورة بصراحة. انا ما بقامدش كتير او بالنيات لكن مش عارف.